عاوز أسألك سؤال طالما أن المسيح إنسان كامل وإحنا شفنا أنه كان معرض للتجارب للتعب للعطش للجوع للحزن البكاء يعني نشوف كل هاي المظاهر الإنسانية وهي اللي بهجمونا كتير فيها يعني أحبائنا المسلمين من غير إدراكهم أنه إحنا نؤمن بالطبيعة الإلهية أيضا فكون هن دايما يعني بيتكلموا في هذا الموضوع فإذا المسيح إنسان وإنسان كامل هل كان معرض للخطأ؟ نسوت المسيح نسوتا كاملا لم يأتي من تزاوج رجل وإمرأة فلم يحمل معه بزرة الخطيئة الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك لذلك القدوس المولود منك يدعي ابن الله علينا أن نتفق من البداية أن نسوت المسيح كان لحما ودما إنسانيا بلا خطيئة عبرانين اتنين أشارت إلى آيس قد تشارك الأولاد في اللحم ودم أي كل البشر تشاركوا في لحم ودم ومعه خطيئة وفي المعمودية في متة ثلاثة كل المعتمدين اعترفوا أولا بخطاياهم إلا المسيح لم يعترف ولا بخطيئة لأنه لم يكن لديه خطيئة يعترف بها إذن اعتمد ليكمل كل بر ذهب إلى التجربة من إبليس ليجرب ليس لاحتمالية الخطأ أو النجاح لكن ليتبرها أنه بلا خطيئة وصمد أمام هذه التجارب لأنه بلا خطيئة وهنا بل أنا عايز أتكلم عنه يعقوب يقول لنا كيف يسقط الإنسان في تجربة إبليس يقول كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهواته أي أن الشيطان له فينا في كل واحد من البشر الريسيفر اللي جوه اللي بيستقبل إغراءات الشيطان ينجذب وينخدع من شهواته فجاء الشيطان ليجرب المسيح لم يكن في المسيح طبيعة ساقطة تتجاوب مع إغراءات الشيطان فلم يسقط المسيح لم يسقط المسيح لأنه كان بلا خطيئة ولم يسقط المسيح إلى أن ذهب إلى الصليب وعند الصليب كانت المحكمات الستة من أكبر الدلالات والأدلة التي تقول أنه بلا عيب لم أجد فيه علة لم أجد فيه خطيئة ليكون هو خروف الفصحة الذي ذهب ليموت ليس لعيب فيه لكن لعيب فينا والرب قد وضع عليه اسم جميعنا واحد يقول لي بس يبقى كده مش إنسان كامل ما جربش الإغراءات بتاعتي والإغواءات بتاعتي أقول لك أن المسيح عندما يدخل حياة يعطيني طبيعة إلهية تقاوم الشر المسيح لم يكن في الإمكان أن يسقط لأنه بلا خطيئة والمولود من الله لا يسقط أيضا لأنه مولود من الله المولود من الله لا يخطئ والشرير لا يمسه بس كل واحد فينا بيقع إذا انجزب وانخدع من شهوتي من الطبيعة القديمة اللي فيه نصرة المسيح اللي فيه دخلين أضعين علي المسيح في المجد بيشغل وظيفتين الرئيس كهنة يرثي لضعفاتي الإنسانية كناسوت في السماء تمام لكن كشفيع بيصد عني هجمات الشيطان اللي بيشتكي لما بقع في الخطيئة والحقيقة لما واحد يقول لي ما لازم المسيح يجرب غراءات وأغواءات وإنجزابات شيطانية علشان ييجي بعد كده يرثلية أقول لك لا المسيح يرثلية في ضعف البشر الإنساني لأنه جربه يعني جرب الظلم وجرب الفقر وجرب الاضطهاد وجرب فبيرثلية في هذه الزاوية عبرانين أربع يقول عنه مجرب في كل شيء بلا بلا خطيئة هي دي بقى المفتاح طبيعة طبيعته بلا خطيئة لكن جربه احتياجات الإنسان الطبيعي بعيد عن قصة الخطيئة يعني الجوع والظلم والعورية جربوا كله عشان يرثلية لكن لم يجرب في دائرة الخطيئة لأنه كان بلا خطيئة اشتركوا في القناة